تحياتي و أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة شاءة الأقدار تكون قصة الجمعة اليوم ب 31 ديسمبر 21 مع أني عندي أكثر من قصة جمعة جاهزة أقدمهم لكن ما قدرت أقاوم فكرة أنه تكون حلقتنا اليوم هي قصة كرة القدم في سنة 21 السنة الحمد لله اللي قدرنا نقدم فيها 52 قصة الجمعة السنة الحمد لله اللي قدرنا نغير فيها شكل سيلفي سبورتي بشكل أو بآخر مع التزام واضح إنها تظلها ذات طابع إعلامي صحفي بعيدا عن أي جوانب أخرى قدرنا نوصل لنهاية هاي السنة الكروية المميزة اللي كثير ناس رجع شغفهم في كرة القدم بعد توقف كورونا اللي صار بعشرين عشرين في حلقة اليوم رح نروح من قارة رقار رح نتكلم عن إنجازات أندي وعن إنجازات منتخبات عن أحداث مهمة جدا ممكن تكون تأثر لسنوات مقبلة في كرة القدم وحنميل على سوق الانتقالات وحنختم بكمشة أخبار صعب ننساها من سنة 21 نبدأ من آسيا والجميع بيعرف شو صار بسبتمبر عشرين عشرين الهلال بطل وحامل اللقب يتم استبعاده نتيجة انتشار كورونا في صفوفه ورفضوا التأجير رفضوا أي مرونة معاه الهلال قال أوكي السنة الجاي بعوضها وفعليا عوضها طلع الثاني في مجموعة سورة العلم لكن بعد ذلك مشى مباراة ورا مباراة الهلال ما توقف عن التسجيل وأقل مباراة سجل فيها بالأدوار الإقصائية هدفين وبيوصل المباراة النهائية وبيهزم يوهانغ ستيلرز الكوري جنوبي 2-0 الهلال بيحمل اللقب الجديد وبيحجز موعد في مونديال الأندية مرة ثانية بطولة طبعا توج سالم الدوسر اللاعب السعودي كأفضل لاعب فيها وفي بطولة كأس الاتحاد الأسيوي نادي المحرق البحريني بيعلن الهيمن العربية على قارة أسيا بيهزم ناسا 3-0 في المباراة النهائية وبيحمل اللقب مرة جديدة وبعد 13 سنة من تتويجه الأول المحرق كان تماسك الدفاع دي هاي البطولة لافت لمستوى أنه ما تلقى أي هدف بالأدوار الإقصائية وأعلم كأس الاتحاد الأسيوي بحريني العرب سيطروا في آسيا تعالوا نشوف شو عملوا العرب في أفريقيا نفس الشيء أيضا هيمنوا على كل البطولات الأهلي كعادته بفوز بدور أبطال أفريقيا هذا الطبيعي عند فريق حامل 10 ألقاب دور أبطال أفريقيا بيهزم كايزر الجنوب الأفريقي وللعلم هو احتل المركز الثاني مثل الهلال في دور المجموعات الدور المجموعات مرة على مرة بعلمنا أنه فعلا مش كثير بيأثر أول ما تحض رجلك في الإقصائيات وفي كأس الكونفدرالية الأفريقية الرجاء البيضاوي المغربي بيهزم شقيقه شبيبت القبائل الجزائري في المباراة النهائية بفوز 2-1 فبيلعب السوبر مع الأهلي قبل أيام من نهاية السنة في قطر زي بم نعرف جميعنا الأهلي رجع في الدقيقة الأخيرة والتعادل واحد واحد ثم بعدها فاز بركلات الترجيح وللعلم الأهلي مش حمل سوبر أفريقي واحد بهاي السنة حمل اثنين لأنه أيضا قبل ذلك بشهور وتحديدا في 28 مايو 21 كان عم يهزم النهضة البركانية المغربي 2-0 بكأس السوبر مع علقة بين سوبر بسنة واحدة وقبل ما أطلع من أفريقيا لازم أحكي كان في حمل شعواء من أنديت أوروبا واتحاداتها للضغط على الاتحاد الكاميروني والاتحاد الأفريقي لكرة القدم أنهم يأجلوا أمم أفريقيا أو يلغوها تصريحات بعضها فيه نوع من الاستعلاء مثل ما طلع حكا مدرب نابوليس بلتي هذه بطولة شبح ما حدا بشوفها لكن صمت الأفارقة تحت الضغط اللاعبين المحترفين كانوا أو فيها أو أعلنوا بداية البطولة بتسع يناير 22 منستناها على خير إن شاء الله وقبل ما نطلع من آسيا وأفريقيا من حيث الأندية لازم نتذكر بطولة الأندية العربية مباراة مجنونة جدا صارت بين الرجاء المباراة بتنتهي أربعة أربعة قبل ما يتتوج الرجاء بركلات الترجيح في ختام بطولة الأندية العربية اللي كان إلها اسم خاص كأسم محمد السادس للأندي الأبطال والروح بعيدة على دوري أبطال أمريكا الشمالية نادي مونتيري المكسيكي بيحمل اللقب بيهزم جاره ومواطنه كلب أمريكا في المباراة النهائية بهدف نظيف وللعلم حارس كلب أمريكا بتعرفوا كلكم هو الحارس المكسيكي الشهير واللي فاز بجأس أفضل حارس في البطولة وفي أمريكا الجنوبية بالميراس بيحافظ على لقب ريبرتادوريس للمرة الثانية على التوالي وللمرة الثانية على التوالي بيهزم فريق من المرازيل أيضا هذه المرة كان عم بيهزم فلامينغو بهدفين مقابل هدف واحد وفي 2020 زينا بتذكروا هزم سانتوس لكن في بطولة ريبرتادوريس الخبر اللي انتشر عالميا مش اللقب اللي صار بين بوكا جونيور زو أتلتكو مينيرو في دور ال16 تعادلوا ذهاب وتعادلوا إياب كان الحكم يروحوا على ركلات الترجيح فاز أتلتكو مينيرو يجي يحتفل لكن اللي صار بغرفة تغيير الملابس أو بالتحديد في النفق المؤدي لغرفة تغيير الملابس شيء غريب عجيب لاعبين بوكا جونيورز بيحتكوا وبيضربوا وبينضربوا من الشرطة البرازيلية ويتم اعتقال عدد كبير منهم وأيضا حرمان عدد لا بأس فيه من لاعبين ومسؤولين لسنوات أو مباريات كثيرة حتأثر على بوكا جونيورز السنة الجاي في لبرتادوريس وتم وصف الموضوع بأنه فضيحة كروية فضيحة للأخلاق الرياضية لاعبين بوكا جونيورز حاولوا يعتدوا على الحكم فتمت الاحتكاكات اللي شفناها مع الشرطة وللعلم أتلتكو مينيرو بطريقه طلع ريفر بليتو وأخرج كل الأرجنتينيين من البطولة يعني وصار النصف النهائي في بطولة لبرتادوريس الماضية ثلاث أندي برازيلية ونادي برشلونة الإكوادوري بس في بطولة سود أمريكانا اللي بتعادل كأس الدور الأوروبي اللي احنا بنعرفه كان في مفاجأة كبرى جدا نادي ريدبول البرازيلي اللي مش كثير بيسمع فيه زي أنديد دي ريدبول الأخرى عم بيلعب النهائي وهو اسمه تحديدا للثقة نادي ريدبول براغانتينو هذا النادي بيلعب النهائي بيخسره صحيح لكن الرسالة الإعلامية والتسويقية لريدبول كانت بأعلى درجاتها في البرازيل طبعا البطل كان فريق أتلاتيكو بارانا يانسي وهذا معناه أنه البرازيل هيمنت تماما على اللقابين لبرتادوريس وسود أمريكانا بل أنه البرازيل هيمنت تماما عن نهائيين ونروع لأوروبا وقبل ما نروع دوري أبطال أوروبا كان في حدث مهم جدا صار فيه فبراير 21 بايرم يونيك يتوج بمونديال الأندي شو يعني شو الكبير في الموضوع إنها السوداسية الثانية في تاريخ كورت القدم 11 فبراير 21 بافارد بسجل هدف الفوز في مرمى تيغريس أونال المكسيكي وبايرن بينضم للسوداسية التاريخية اللي حققها برشلون قبل ذلك سوداسيتين يحق للطرفين الفخر فيهم إلى الأبد أما دور الأبطال فقصصه كانت كثير متضاربة من كل الجهات يكفي نعرف إنه اللي تسبب بفوز تشيلسي بدور الأبطال بريسان جيرمن اللي نفسه يجيب دور الأبطال خلافات توترات كبيرة السنة الماضية هذا بعشرين وعشرين مش بواحد وعشرين ما بين دوخيل وليوناردو هذا يصرح ضد هذا وهذا يصرح ضد هذا هذا ينتقد هذا وهذا يرد عليه بانتقاد ثاني بالأخير زهقت إدارة بريسان جيرمن قالت دوخيل الله معك خلينا ليوناردو الزنمي بيساعدنا بأشياء ثانية عينوا بوكتينوا اللي كان التوقع منه يقدر يخليهم يجيبوا دور الأبطال بس اللي صار العكس تشيلسي كان عم بيشتري كمية لعبين كبيرة كان عم بيقوم بفقريبا بأفضل سوق انتقالات بصيف عشرين واحد وعشرين يعني الموسم الماضي بس لمبرد ما كان يقدر عيطلع أحسن معنا دول اللعبين إيجاء الدخل مدرب التفاصيل حول الفريق فجأة لمنظومة قوية روحها القتالية غريبة سرعتها بتفوق أي خاصة مع بيلعب ضده ومشى أخرج أتلتكم مدريد بكل سهولة ذهاب إياب في مباراة بيّنت إن سميوني يعني كأنه مستسلم أمام تخيل ثم بدور الثمانية عانى شوي مع بورتو العنيد والخطير لكن مرجوا بنصف النهائي اتفوق عزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد وعلى ريال مدريد وهزمهم في مباراة كانت ملحمة كروية حقيقية من الطرفين ثم هزم مانشستر سيتي في مباراة نهائية بهدف مقابل لشيء في مباراة تم لومي جوارديون عليها كثير لأنه دخل بدون محاور دفاعية في خط الوسط وتم وصفه بإنه اللي بيت فلسف دائما في الأيام الصعبة بس للعلم هذا كان أول نهائي في تاريخ مانشستر سيتي وهو ما خل الأمور هادئة داخل أروقت النادي إنه هذا إنجاز بالنسبة إلهم خلال هذا البطولي في كثير قصص مستحين ننسى هاترك إمبابي في الكام نوف مربى برشلونة ومستحين ننسى إنه هزم بايرم يونيخ في أليانز أرينا وللعلم برشلونة كان بإمكانه يعمل ريمون تادع على سان جيرمن في الإياب وضيع كمية فرص بالشوت الأول لا تعد ولا تحصى منها ركل الجزاء لليونيل ميسي وطبعا جماهير باريس سان جيرمن وجماهير برشلونة وحتى جماهير ريال مدريد صعب ينسوا صورة إمبابي بينطلق أمام بك ومستحين ينسى جمهور بايرم يونيخ إنه ليباندوبسكي غاب عنهم يوم باريس سان جيرمن إنهم بلقاء الذهب والإياب كان بإمكانهم يجيبوا عشرين جول لو كان ليباندوبسكي موجود ولو كان كيلور نافاس بش موجود من ذكريات 21 دور الأبطال الموسم الماضي كان إخراج جونيور لليفربول وبورتو بيخرج يوفينتوس بطريقة ثبت إنه رونالدوبكا بعدها في غرفة تغيير الملابس ورياض محرز بيقدم مباراة مثالية أمام باريس سان جيرمن ذهبا وإيابا وبيتسبب بإخراجهم بس دور الأبطال 21-22 واللي صار منه دور المجموعات بسنة الـ 21 كان فيه شغلات كمان لازم ما ننساها الكارث الكبرى برشلونة بيطلقى ثلاثة من بايرن ذهب وثلاثة إياب وثلاثة من بنفكا فبروح بالثلاثة على الدور الأوروبي أيضا كان فيه فضيحة بقرعة دور الأبطال أوروبا إذا حبينا نسميها فضيحة لكن هي خطأ فضيع تسبب بأول إعادة في قرعة دور الأبطال أوروبا وخلى الجدل كبير وخلى الحرب كبيرة لأن ريال مدريد بدل بيواجه بنفكا صار حيواجه باريس سان جيرمن كما أنه في دور الأبطال وبداية من هذا الموسم تم إلغاء قاعدة الهدف خارج القواعد في الأدوار الإقصائية إلغاء 100% هيغير النظرة وطريقة إدارة الأدوار الحاسمة في دور الأبطال أوروبا حتى في دور الأبطال أوروبا زي ما بنعرف الموسم الماضي إيرلينغ هالند متنينة الأهداف النرويجية بعشر أهداف أما أفضل حارس فهو المفاجأ إدوارد مندي اللي جاء بصمت إلى تشيلسي والآن الكل بيعرفه في الدور الأوروبي مدام قناي إمري بيدرب خلاص واضحة حيلعب مباراة نهائية أو حيجيب اللقب وبالعادة بيجيب اللقب زي ما عملها مع مان يونايتد في النهائي اتعادلوا واحد واحد رح ركلة ترجيح باس بياريال لالعلم بياريال خسر السوبر الأوروبي مع تشيلسي أيضا بركلات الترجيح من الغراءة بالممكن يذكروها الناس أنه وصلت الأمور لأنه بيخية يتقدم يسدد ركل الترجيح يهدرها فيفوز بياريال باللقب ومدام حكينا عن قناي إمري لازم نتذكر أنه رفض عرض مغري جدا من نيوكاس اللي يروح يدربهم وقود مشروحهم لسنوات لكنه قال أنا أثق في مشروعي بي فياريال الروح على البطولات القارية تحت المنتخبات البرازيلي بتتتوج بالأولمبيات ريتشار ريسون الهداف ودانيل ألفس حاصد الذهب أينما كان وما لكم البرازيلي لاعب برشانو السابق بيسجل هدف الفوز في مرمى منتخب إسبانيا طبعا بعد الذهبية هذه بدأت تطلع أخبار عودة ألفس وبدأ الرغبة والاقتناع أنه ليش ما يرجع مدامه عم بيجيب مع فريقه ذهبية وبيكون كابتنهم وأساسي فبدأت تبلش الأخبار أنه ألفس يرجع لبرشانونا وهذا اللي صار في النهاية وكان في بطولة أيضا تحت تنظيم فيفا كأس العرب فيفا بطولة مستحيل ننساها تنظيم رائع عظيم وانتخبات لعبت بكل روعة وبكل شغف وتأهداف جميلة لا بتنعد ولا بتنحصها وفي النهاية منتخب الجزائر رغم كل الغيابات للمحترفين الموجودين في أوروبا بتتوج باللقب مع مدرب ثاني غرب الماضي اللي هو قلب الأسد مجيد بقرة وكان أيضا في بطولة أمم أفريقيا للمحليين 21 بتفوز فيها المغرب في المباراة النهائية على مالي بهدفين بمقابل لا شيء بطولة ذكية بتروج اللاعبين الأفارق المحليين إنهم يرحلوا إما لأوروبا أو بطولات دوريات تدفع فلوس أفضل وأمريكا بتثبت تطورها الكروي المستمر ووجود جودة رهيبة عندها وبتهزم المكسيك في المباراة النهائية لكأس أمريكا الذهبية وبهدف مقابل لا شيء وبتتوج للمرة السابعة في مسيرتها البطولة اللي بتستغرب إنه هدافها قطري شو ودى القطري لأمريكا الشمالية؟ معز علي كان الهدف لأنه قطر شاركت في هاي البطولة من باب تحضير المنتخب لكأس العالم وللعلم قطر خرجت مع أمريكا بصعوبة في الدقيقة 86 بهدف مقابل لا شيء والرؤى على بطولة كانت غريبة عجيبة كوبا أمريكا 2020 اللي قيمت بـ 21 هذا البطولة كان لازم تكون بالأرجنتين وكولومبيا كولومبيا صار فيها مظاهرات في الـ 21 قبل البطولة بشوي المظاهرات بالطالب بالإطاحة بالرئيس فالرئيس قالهم ابعدوا عني أنتو والأمن قالهم ابعدوا عنه ولعبوا بعيد وهذا اللي حصل عند الأرجنتين أيضا اللي كان وضحة بكورونا سيئ فقررت ما تستضيف البرازيل قالت أنا اللي بستضيف أنا اللي جاهزة بطولة بدون جمهور إلا المباراة النهائية كان 10% من ساعة المدرجات مسموح يدخلوا البرازيليين ضد البطولة لمستوى أنه بعضهم بالنسبة منهم شجعت ضد البرازيل في المباراة النهائية لأنهم اعتبروا استضافتها بهذه الظروف خطر على صحة الدولة في النهاية اللي حصل تاريخ لأنه الأرجنتين بتكسر عقدة كوبا أمريكا وبتكسر عقدة كل الألقاب المهمة من سنة الثلاث تسعين اللي كان جايبها باتستوتا وليونيل ميسي يتوج بأول لقب مع منتخب بلاده للرجال ليكمل مسيرته الكروية تماما طبعا ميسي طلع حداف البطولة بالتساوي مع مهاجم لفت انتباهنا كنا في كوبا أمريكا هو لويس دياز الكولومبي الرائع الفنان أيضا ميسي كان أفضل لاعب في البطولة وأيضا هذه البطولة كانت سبب فوز ميسي بالكرة الذهبية السابعة والحارس الاكتشاف إمليانو مارتينيس قبل سنوات كان بكة عند أرسينال ما حدا بيعرف أنه موجود في عالم كرت القدم رعى رأس تونفيل لا ثبت نفسه كان في البطولة جزء أساسي من تتويج الأرجنتين باللقب ولا العلم الأرجنتين بعد هذه البطولة أكملت سنتين من دون أي خسارة في كرت القدم منتخب له سنتين متماسق قوي عرف يتعايش مع ظاهرة ليونيل ميسي طبعا أمريكا الجنوبية كان كلها قصص بسنة الواحد وعشرين أبرزها لما إجت الأرجنتين والبرازيل يلعب مباراة تصفيات كأس العالم في البرازيل كان في أربع أرجنتينيين جايين من إنجلترا وبريطانيا على القائمة الحمراء في البرازيل ممنوع يجو الناس منها إلا يدخلوا حجر وينعزلوا عشر أيام لكن اللاعبين الأرجنتينيين دخلوا على المباراة هون دخل مسؤول الصحة البرازيلي في صور لا تمسا أوقف المباراة بعد دقائق من انطلاقتها وطلب مغادرة الأربع لاعبين لكن اللي حصل إنه الأرجنتين كلها غادرت فأجلت المباراة ولليوم ما التعبت ولليوم البرازيل والأرجنتيني يتأهلوا قبل ما يلعبوها طبعا لقاء الذهاب اللي عمل جدل في الإياب عمل جدل آخر لأنه في الإياب مدافع الأرجنتين أوتاميندي ضرب ضربة عنيفة لرابينيا البرازيلي كان فيها طرد واضح بعد المباراة تم إيقاف حكم الفيديو إنه كيف ما شفت هاللقطة الواضحة وتم إيقاف حكم الساحة أيضا وكتب اتحاد أمريكا الجنوبية عن هذه العقوبة لقد ارتكبا أخطأ جسيمة أيضا تصفيات كأس العالم بأمريكا الجنوبية تسببت بخبر تاريخي غريب عجيب أنا شخصيا كنت مش متخيل أني حشوفه قريبا إقالة مدرب الأرجوي أوسكار تاباريز بعد 15 سنة الرجل اللي جاب معهم كوبا أمريكا 2011 واللي مشى فيهم بعيد في كأس العالم زي ما بنعرف واللي رجع هيبة الأرجوي الدولية على الجميع المنتخب ما مشى معاه أبدا بالتصفيات بعاني تقريبا كان أقرب لأنه ما يتأهل لكأس العالم كان لابد من قرار صعب على الجميع صعب على اللاعبين على الاتحاد على كل أرجوياني إقالة أوسكار تاباريز والاستعاني بمدرب اسمه ديوغو ألنسو بل كانقضهم وأهلهم لكأس العالم ثم جاءت بطولة أوروبا البطول العظيمة بطولة اليورو اللي فيها الجماهير والفرح من أول وجديد 11 دولة بتستضيف مع بعض بطولة أمم أوروبا وكأنهم بيقولوا إحنا موحدين إيطاليا بروح جمعية مذهلة بتكتيك عجيب وقوي جدا وقد دفع متماسك للغاية كل مباراة كانوا غيروا بطل اللقاء مرة يكون إنسيني مرة يكون كيازة دائما عندهم بطل عم بيتغير حسب مجريات اللقاء وفي النهاية وجه باللقب بركلات الترجيح على منتخب إنكلترا لكن إيطاليا رغم روعتها ورغم إنها قدرت توصل سجلها من عدم الخسارة مع مانشيني ل37 مباراة اضطرت نتيجة إهدار ركلات جزاء أمام سويسرا ذهبا وإيابا من جورجينيو تلعب الملحق السنة الجاي مع البرتغال إنكلترا قدمت بطولة قوية وسط النهائي خسرت بركلات الترجيح لكن مما خسرت بركلات الترجيح كانوا اللي يضيعوا ركلات الترجيح لاعبين من أصحاب البشر السمراء سانشو راشفورد ساكا فصارت حملة عنصرية من بعض الجماهير البريطانية وتم الشتم والعنصرية بشكل صريح للغاية اضطر الاتحاد الإنجليزي وأندي إنجليزية تصدر بيانات تقول يا بشر خليكم بشر طبعا البطولة زي ما بنعرف شهدت في مباراة ديناماركو في لندا حادثة مؤلمة جدا سقوط إيريكسل بصدمة أو نوبة قلبية وإنقاذه بآخر لحظة هذا اللاعب اللي بنعرف أنه الانتر يفسخ عقده معا لأنه حسب قوانين الاتحاد الإيطالي ما بيقدر نلعب بإيطاليا أي شخص بيجري بعض التفاصيل العلاجية لقلبه هداف البطولي كان باتريك شيك بالتشارك مع كريستيانو رونالدو أفضل لعب شاب كان بدري أفضل حارس كان دوناروما وما دامم نحكي عن أوروبا خلونا نذكر أنه في 1 سبتمبر رونالدو بيسجل هدفين في مرمى أيرلندا وبيصبح الهدف التاريخي للكرة الدولية على الإطلاق وبيوقف رقم عاليداء القياسي لأنه قفز عنه صار عنده 110 أهداف بهذول الهدفين طبعا الرقم حاليا رونالدو عززه وخلى 115 هدف دولي طبعا فرنسا أخفقت بشكل غريب مع سويسرا في اليورو لكنها في دور الأمم الأوروبية حزمت إسبانيا في المباراة النهائية وتوجت في اللقب بنزيمة سجل هدف خرافي وهذا أول لقب دولي بيحمله بنزيمة مع فرنسا بعد غياب سنوات لكن تقلقوا المذهل مع ريال مدريد قبل اليورو أجبر ديشام بيتراجع ويرجع بعد هذه البطولة وبعد كوبا أمريكا صار في اتفاق مهم بسنة 22 حيكون عندنا بطولة السوبر الأوروب الأمريكي الجنوبي إيطاليا حتواجه الأرجنتين ومن يوم الطالح حيصير عندنا دايما هذه البطولة اللي بفوز هون بفوز هون بلعب مع بعض مباراة على لقب جديد في بطولات الدوري ونبلش من إيطاليا كونتي بينهي سيطرة وإمبراطورية يوبنتوس كما قال هو بنفسه بعد 9 سنوات من هيمنت اليوفي الإنتر بفوز بلقب الدوري كونتي حول له كاكلة وحش حكيمي لسيارة فورمولا ما حدا بيقدر يوقفها ويوفي تأهل الأبطال بشكل غريب عجيب بآخر أسبوع لكنه فاز بكأس إيطاليا بس واضح الفريق مشتت الفريق مش متماسك أقال بيرلو أعاد أليغري الأمور ما تحسنت حتى موعد تصوير هاي الحلقة لكن بواحد وعشرين كان في شيء جميل ميلان يواصل تطوره ونهضته وبيحتل المركز الثاني بالدوري وبيروح يلعب بدور الأبطال رونالدو بقرر يرحل عن يوفينتوس الجميع بيتأكد من هذا الخبر رونالدو راي على السيتي فريقسون بتصل له تليفون بقوله ورايح تعال هون ويروح على اليوناتن وفي إيطاليا أيضا كان فيه عجقة مدربين وحمل التغيير مدربين يوفينتوس جاب أليغري كونتي طلع من الانتر إيجاب دالو إنزاقي ساري بدرب لاتسيو وأيضا سباليتي بدرب نابولي وبيولي طبعا هو المتماسك اللي ظل في ميلان وروما بيعنى الخبر الأكبر والأهم جوزي مورينيو في الدور الإنجليزي كان منشستر سيتي مائل ومنافس في ظل تذبذو بتشلسي في بدايات الموسم تذبذو بمان يونايتد وإصابات لبربولي اللي بعدته بسرعة عن الصراع فالسيتي حسم الدوري بهدوء وتوتنهام أقال مورينيو قبل مباراة نهائك أسر رابطة ويقال إنه السبب إنه إدارة توتنهام خافة يفوز باللقب وما تعرف تقيله من ضغط الإعلام والجمهور طبعا توتنهام خسر من دون مورينيو بهدف مقابل لا شيء سجلوا لابورتي لمان سيتي في الدقائق الأخيرة توتنهام نفسه ارتكب أخطاء أخرى رفض يبيع حاركين 180 مليون يورو وهذا أثر على مستوى بوضوح في طوال الفترة الحالية عين نونو سانتو ورجع أقاله وجاب الآن كونتي زي ما بنعرف وخلال 21 قدر مانشستر سيتي حقق رقم قياسي بأكبر عدد انتصارات من 1 يناير ل 31 ديسمبر في كل سنة هذا رقم قياسي في تاريخ البريمير ليغ وتحقق الرقم لما حققت انتصاره إلى 34 عام 21 كان عام عظيم لمحمد صلاح في البريمير ليغ أولا بسجل في أول خمس مباريات من الموسم في تاريخ البريمير ليغ دخل التوب 10 في هدفين البريمير ليغ ودخل أيضا قائمة اللي زائد 100 هدف في تاريخ البريمير ليغ وأيضا صدرت دراسة جديدة عن American Political Science Review بتأكد دراسة سابقة انه ويود محمد صلاح بليبربول أدى إلى خفض جرائم الكراهية ضد المسلمين بنسبة 16% أو جرائم الكراهية ضد المهاجرين بشكل عام كما انه الإسلام وفوبيا بليبربول عم بينخفض ومستحين ننسى أنه صلاح أصبح أول لعب بسجل هادرك في شباك مان يونايتد في ملعب أوردت رافورد في الدور الإنجليزي ومن هون خلونا ننتقل لمان يونايتد سولشاير كان تمام في الموسم الماضي وصيف دوري واصل نهاي دوري أوروبي ولسه بيشتروا له لعيبة جابولو فاران ورونالدو سامشو التوقعات صارت كبيرة كثير وهنا ابتوقع يا سولشاير خسائر كبيرة الخباسية تاعة لبربول كانت لازم تقيله في ركسون بيدخل بيقولوا ما أعطوه شوية مباريات زياد ويا ريتهم ما أعطوه لأنه النهاية كانت مؤلمة أكثر خسارة أربعة من واتفورد خلت الإدارة ما عندها أي مجال تقيله وتجيب رانجينيك وتقول له أنت مدربنا لست شهور بعدين هتصير مستشار في الإدارة الرياضية لنادي بانشستر يونايتد ولحد الآن ما بنعرف إذا كان رارف حيكمن محهم الموسم الجاي ولا لا وللعلم خلال هالفترة الصعبة رونالدو سجل هدفين في مرمى أرسينال فوصل رصيده إلى 800 هدف ليكون أول لعب في التاريخ بيوصل المئوية الثامنة في الأهداف الرسمية لكورت القدم طبعا كلنا بنذكر زين الدين زيدان اللي رفض يدرب من يونايتد حسب الأخبار وبنتذكر أنه زيدان قبلها فترة كان باعث رسالة مهاجم فيها إدارة ريال مدريد فيما يعرف إعلاميا بالرسالة المفتوحة للجماهير واللي اتهم فيها إدارة ريال مدريد بتسريب أخبار معناها أنهم ناويين يقيلوا نهاية الموسم نرجع لإنجلترا أرسينال خلال عام 21 عنده عادة غريبة بيموتوا بعيش بيموتوا بعيش فجأة بتلقاه مستسلم فجأة بتلقاه قوي لكنه حقق في نهاية السنة نهضة جيدة بفضل حارس اسمه أرون رامستيل حارس ما كنا نحكي عنه السنة الماضية في 2020 الآن أصبح حارس معروف وينافس بيكفورد على عرش حراسة منتخب إنجلترا أيضا في أرسينال لازم أرتيتة يعمل خلاف مع أعلى لاعب أجور اتعودنا على ذلك وهذا الخلاف المرة مع أوباميان قتأخر بالعودة يوم من فرنسا فكبرت القصة فسحب منه شرط القيادة وبععده عن المنتخب وحتى لحظة تصوير الحلقة يقال إنه طالع لستر هزمت شيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي فاز باللقب ليكمل لأول مرة في تاريخه وقائمة الألقاب كلها أصبع عنده الدور اللي بنعرفه جميعنا أصبع عنده كأس رابطة من زمان وأضاف هاي المرة كأس الاتحاد الإنجليزي وعنده أيضا بطول الدرع المجتمع وفي إنجلترا أيضا أخيرا يتم بيع نيو كاسل لصندوق الاستثمارات السعودي بعد محاولات وصلت سنتين تقريبا نادي متوقع له يصير كبير خلال سنتين أو ثلاثة ممكن يهبط ممكن يرجع مش مشكلة للمشروع الرياضي وقال وعمره طويل وصبور وما ننسى إنهم رجعوا ستيفن جيرارد وباتريك فييرا على البريمير ليج بس مش كلاعبين ستيفن جيرارد بيدرب أستون فيلا باتريك فييرا بيدرب كريستر بلس وفي إسبانيا القصة كثير معروفة للناس كومن اتصل بسواريز قال له ما بدي يا قال له عراسي وعيني هذا كله بالعشرين وعشرين بالواحد وعشرين الكل صار يذكر هذا الاتصال لأنه لويس سواريز كان السبب الأساسي والحاسم بفوز أتلتكم مدريد بلقب الدوري وانتقاد كومن على خياراته لكن بعد ذلك تبين إنه القرار مش قرار كومن لحاله بل مشاكل مالية عميقة في برشلونة كانت تحاول تخلص من أي لاعب راتبه عالي الجميع رح يظلهم يتذكروا صورة الويس سواريز وبيحتي مع أهله بعد ما اتتوج باللقب بالهاتف وبيبكي وبيقولهم ما معناه هناك فكروني أصبحت غير مفيد طردوني واليوم أنا بسترد كرامتي في كأس إسبانيا جميعنا بنعرف برشلونة بواحد وعشرين سحق بلباو أربعة سفر وأخذ اللقب لكن في نصف النهائي كان في رمونتادة حرام ننساها مع شبيليا اللي فاز بالذهاب بهدفين مقابل لاشئ بالإياب النتيجة واحد مقابل لاشئ للدقيقة أربعة وتسعين حتى سجل بيكي الهدف الثاني فانهار شبيليا في الأوقات الإضافية وفاز برشلونة أربعة وهذه الرمونتادة ربما تكون الوحيدة لبرشلونة على فريق كبير في الفترة الأخيرة في إسبانيا وللعلم تمت إقامة مبارتين كأس ملك إسبانيا في واحد وعشرين واحدة مؤجلة بين عشرين وعشرين بسبب كورونا والثانية عرفناها لما برشلونة سحق بلباو في النهائي في عشرين وعشرين واللي صارت في واحد وعشرين كانت قبل إسبوعين من النهائي تاع برشلونة بلباو وسوسيدال حزم بلباو أيضا بلباو خسر نهائيا خسر لقبين في إسبوعين ضربة نفسية كبيرة جدا عليهم ريال مدريد ما بيقدر نحكي عن واحد وعشرين كانت سيئة عليه لأنه في النصف الأول مع زيدان الفريق كان كويس نفس على الدوري لآخر أسبوع الفريق كان عنده مؤشرات إيجابية كبيرة بالنسبة للعبين الموجودين لكن في الصيف كان في رعب فاراني بيخرج وراموس بيخرج هذول اللي اثنين هم أساس الدفاع من سنوات لكن اللي حصل ديفيد ألا بيتم توظيفه كقلب دفاع بجانب ميليتاو وبيخلق أنشلوت منهم ثنائية ممتازة حتى اللحظة أيضا ريال مدريد دفع 200 مليون يورو في قصة بنعم ننساها بآخر يوم انتقالات لباريس سان جيرمان مقابل كليان إيمتابي باريس سان جيرمان قالهم مش محتاج فلوسكم وهذا شيء استفز بريز اللي طلع حكا كيف بدأنافس فريق بيرفض 200 مليون؟ في زمن كورونا في برشلون أراضوا يخففوا ميزانيت الرواتب فكادوا يتخلصوا من الفريق كله إجريز مرح إعارة على الأتلاتيكو ميسي خدع نفي خدعة مش طبيعية لأنه لابورتا عبر صحفييه وعبر صحفيين مقربين فهمونا إنه التجديد بكرة بكرة التجديد والخبر اللي بيجي بكرة إنه ما فيش تجديد وبرشلان بيصدر بيان ميسي راحل عن الفريق للعلم لابورتا كان له تصريح ثاني مثل تصريح إنه ميسي حيجدد اللي هو تصريح أنا أدعم كما اللي أقاله أيضا وأعادة شابي بس سبت 21 مما إنه حكينا عن ميسي مش حينساها ميسي في 21 ميسي الأول مرة في تاريخ وكلاعب في نادي بيتعرض للطرد وذلك لما ضرب أحد لاعبين بلباو في الوقت بدل الضائع في كأس السوبر وفي نفس السنة وضد بلباو في نهاية الكأس سجل هدفين ليصبح أول لاعب في التاريخ بحقق 13 موسم وراء بعض بسجل فيهم أكثر من 30 هدف وبكسر رقم جيرد مولر القياسي اللي كان 12 موسم كما إنه في هذه المباراة نفسها أزح رايان جيجز عن عرش الأكثر تتويجا بفريق واحد حيث أصبح لدى ميسي 35 لقب مع برشلولا كما إنه أصبح أول هدف في تاريخ الليجر خمس مرات على التوالي حطم رقم ديستيفان و هوغو سانشيز المدريديين اللي كان عندهم أربع ألقاب هدف على التوالي كما إنه بهدف الموسم الماضي كان لقب ثمانية لأله كهدف وهذا أكثر رقم في تاريخ الدوريات الكبرى ما حدا فاز بالهدف ثمان مرات غير ميسي وعلى المستوى الدولي أزاح بيلي عن عرش هدفين أمريكا الجنوبية الدوليين حيث ميسي وصل لتسعة وسبعين هدف وتفوق على بيلي ميسي طبعا زي ما بتعرفوا رعى باريس سان جيرمن في فرنسا لكن قبل ما يوصل كان في صدمة كبيرة باريس سان جيرمن مش بيفوز برقب الدوري بشكل غريب واللي بتتوج فيه ليل ليل اللي تفوق بفارق نقطة واحدة في الدوري وحمل اللقب حاليا عند تصوير هاي الحلقة بيحتل المركز الثامن لأنه بكل بساطة خسر مهندس النجاح المدرب كريستوف جالتي اللي الآن بدرب نيس وبيحتل معهم المركز الثاني في الدوري طبعا إمبابي رغم معاناة سان جيرمن وتشتت الذهني بالروح على ريال مدريد أصبح أصغر لاعب في تاريخ الدوري الفرنسي بيوصل مية هدف وعلى الهام الشيء قصة سريعة باريس سان جيرمن وقع مع أخو إمبابي إيثان ويقال كمحاولة لإقناع كيليان لو ما حضرته أخبار بايرم يونيف حمل لقب الدوري نوسم الماضي ومتصدر هذا الدوري الحالي وبارتياح غير مدربين هانزي فليك قرر روح يدرب منتخب ألمانيا بعد توترات شوي مع المدير الرياضي حسن صالح حامي ديش بنفس الوقت بنتكلم أنه بايرم الآن مع نيجلزمن متصدر خروج نيجلزمن من لايبزيك هز الفريق تعريد بول هز واضح للغاية وليفاندوفيسكي مع بايرم يونيف حطم رقم آخر لجلد مولر وكان هو 41 هدف في موسم واحد في البوندس ليجا رقم جيرد مولر اللي سجل فيه 40 هدف في الماضي صمت 49 سنة اللي باندوفيسكي سجل في الأسبوع الأخير في مرمى أوبسبورد الهدف رقم 41 وللأسف فيه خبر حزين كان في 21 بالنسبة للدوري الألماني وفاة الأسطورة جيرد مولر في أغسطس 21 عربيا كان فيه كثير قصص عاطفية بالنسبة أنه لو لفنا فيها على السريع الفيصل السعودي بيحقق أول لقب في تاريخه كله وبفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين على حساب التعاون 3-2 في مباراة سجل فيها مهاجمهم تفارس هاتريك أيضا في الأردن كان في فريق الرمثة بيحقق لقب الدوري لأول مرة من 39 سنة وليلتها مدينة الرمثة كلها احتفلت وهذه لأول مرة ربما يكون في تاريخ الدور الأردني مدينة كاملة تحتفل بفوز فريق باللقب لأن الأندية الرئيسية في الأردن لا تنتمي إلى مدن أيضا السيلية جاب لقب كأس نجوم قطر وهذا أول لقب في تاريخه 21 كانت تضحك لكل مشتهد والزمالك حقق لقب الدوري بعد غياب 6 سنين ومرتضى منصور أوقف ورجع وأوقف ورجع وبطلت فاهم أنا من الأخبار بصراحة شو بيصير معه؟ وعاد الدوري اليمني بعد 6 سنوات من الحرب لأول مرة أقيم على شكل مجموعات بمدة 3 شهور وتوج في النهاية فريق فحمان باللقب بعد ما فاز في المباراة النهائية والجزائر تواصل تعزيز رقمها القياسي الأفريقي مع اقتراب واضح جدا من رقم إيطاليا القياسي وذلك من حيث سلسلة عدم الخسائر الكرة الذهبية ضيعتنا كل واحد بيحكي عن اللي بيحبه بيستاهل هل اللي بيحب رونالدو بيقول رونالدو اللي بيحب ميسي ميسي وجورجينيو ليفاندوفيسكي بابي هالند أي اسم بيجع بالك كان مرشح بما فيهم أيضا بنزيمة ومين ما يخطر عبالك كان مرشح لأنه ما كان فيه واحد حاسم 100% كأفضل لعب في سنة الـ 21 جورجينيو دعموه عشان لقبين دور الأبطال وكأس أمم أوروبا ليفاندوفيسكي أرقام مذهنة واستمرارية رائعة ميسي جاب كوبا أمريكا وحكينا أرقام مقياسية لحققها مع برشلونة وبنزيمة قدم موسم خارق أهداف جميلة وصناعه أهداف وأهداف وأهداف لكن في النهاية فاز فيها ليونيل ميسي ومازال الجدل مستمر في سوق الانتقالات أغلى لاعب جاكي غريليش اللعب الإنجليزي من أستون فيلا لمان سيتي مقابل 117 مليون يورو ولوكاكو بيرجع لتشيلسي مقابل 115 مليون ولليوم ما عرفته خيلي وظفه كويس ما بين إصاباته وغيابات وحتى لما كان يكون جاهز ما كنت بتشعر أنه هذا لوكاكو الإنتر أما حذ كيمي فذهب إلى سان جيرمان مقابل 60 مليون يورو وهون طبعا كنت يغضب قالهم شو بتكون تفضل الفريق اللي أنا صنعته فاستقال وزي ما بنعرف راحة تنهام وما بننسى حفلة الصفقات المجانية اللي عملها سان جيرمان من ميسي لراموس لفينالدوم لدوناروما وجاب نونو ميندز على اليسار بس هذا مش مجاني إعارة كان وطبعا دفع بحكيمي مبلغي كويس بس العيب على هذه الانتقالات إنها تقال إنها كانت تقام من دون معرفة بوكتينو أو من دون استشارته فعليا وهذا اللي ميخلي المدرب حتى اللحظة مش عارف يدرب اللي جابوا له إياهم وفي 19 إبريل 21 كنت مروح من أبوضبي لدوبي وانهارت عليه المسيجات ولك وينك انت مش عايش في عالم كرط القدم شو اللي صار دوري السوبر الأوروبي بطلعوا أندي بيعلنوا عن بطولة جديدة قرروا رضموها أول ما تقرأ خبر البطولة بتعرف هذه بطولة حتاكل الدوريات المحلية ودور الأبطال زي ما باكمان بيأكل النقاط في اللعبة لكن في اليوم الثاني غضب كبير الصحفيين الإعلاميين معظمهم أوضحوا موقفهم إحنا ضد هذا النوع من كرط القدم الاحتكارية بعدد قليل من الأندية فيفا والاتحاد الأوروبي بيانات واضحة حنعاقبكم والله واحد واحد الاتحادات المحلية الروابط المحلية كلها عم تعلم حتى جاء ربيع في الشوارع مظاهرات في لندن مظاهرات في منشستر من جماهير تشيلسي جماهير مان سيتي عم بتعطل حافلات الأندية توصل المباريات ما بدنا هذه البطولة بدنا بطولتنا لبريمير ليج وحتى بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا رفع التليفون على الملاك الستة قالهم والله العظيم إذا بتدخلوا فيها إلا أسحب كل تصريح العمل المع محترفينكم الجميع خاف الجميع انسحب ظلوا ثلاث أندية واحد مؤمن في الفكرة اللي هو فرونتينو بريز واثنين فكرناهم مؤمنين بالفكرة بس بعد شوي تبين أنه غير ذلك برشلونة ويوبنتوس تبين أنهم مضطرين يضلوا بهذه الفكرة لأنها الإنقاذ الوحيد والسريع لمشاكلهم المالية العميقة برشلونة بنعرف أنه سقف رواتبه متدني للغاية مش قادر يوقع لللاعيب لازم يطلع اثنين ثلاثة فاوضهم ينزلوا رواتبهم عشان يجيب لاعب بدالهم معاناة مالية انكشفت في برشلونة أيضا باليوبي كان واضح في مشاكل مالية ثم وصلت قمتها مع قضية بنعرفها جميعنا قضية تضخيم العقود بين حيث أنك تشتري لاعب وتعطيهم لاعب مقابل للنادي الثاني وتقيم لاعب ربما تكون قيمته عشر مليون على أنه ثلاثين حتى الآن التحقيقات جارية بس هذه التهمية للعلم مش على اليوبي وحده التحقيقات جارية مع عدة أندي إيطالية لكن الأبرز إعلاميا كما هو معلوم اليوبي نرجع لدور السوبر سقط ثاني يوم بعد يوم من خروج بيريز بتصرحة إذاعية أنه البطول مكملة لكن سقط سقوط ذريع وما ظل حدا فعليا مؤمن فيه إلا شوية بيانات بتطلع بتويتر والجميع بيقول هاي البطولة ميتة فليش وجعت الراس ونروح نكمل بالأخبار أقوير وفجأة بيسقط في الملعب بيثم استبداله وبيتبين عنده مشاكل بنبض القلب وربما بالقلب بشكل عام بديش أدخل بالتفاصيل الطبية ليعلن عن اعتزاله اعتزال مهيب وجد فيه الشكر والتقدير من كل اللي شافوه عبر مسيرته في 28 نوفمبر كان في مباراة غريبة جدا بنفكة بواجه 9 لاعبين بس من فريق بيلي ننسيش والمشكلة انه بيلي ننسيش بلش ابتساء لاعبين واحد منهم بخط الوسط أصلا حارس يعني كأنهم لعبوا ضد 8 المباراة انتهت ب7 أهداف مقابل لا شيء وغيابات بيلي ننسيش زي ما بنعرف كانت بسبب كورونا نيويورك سيتي حقق لقب الدوري في أمريكا ميلبورد سيتي حقق لقب الدوري في أستراليا مانشستر سيتي حقق لقب الدوري في البرمير ليغ مثلث رهيب من النجاحات لمجموعة سيتي جروب أكبر مجموعة قيمة اقتصادية في عالم كورت القدم وفي شي غريب صار في السنة حاب أحكيه انه ب2 فبراير منشستر يونايتد سحق سوثامتون 9 أهداف مقابل لا شيء مباراة عجيبة غريبة لمستوصل لها صفحة على وكيبيديا وكان ممكن تطلع أكثر من 9 للعلم لكن الأغرب انه المدرب رالف هازين هوتل ما زال موجود مدرب سوثامتون وسل شايريلي فاز انقال علما انه رالف خسر في الموسم اللي قبله ب2019 مع ليستر سيتي أيضا بـ 9-0 وما زال الزلمة على قيد الحياة وشوية أخبار خفيفة على السريع نكمل فيها سولدادو الإسباني دخل في مباراة مع غرناطا ضد فريق قادش بديل لكن بعد 33 دقيقة من دخوله تم طرده وهو طالع قام بضرب الفار ضربة عنيفة جدا وكأنه بقول شو فايدتها ثاني يوم كثير عنوين صحفية تفقت انه سولدادو ضرب الفار اللي ولا حدا فينا حابه وفي 21 قعد أرسن فينجر فكرة كأس العالم كل سنتين حتى الآن في تحدي أوروبي واضح والله إلا ننسحب ووروني كيف كأس العالم بدي يكون بدون الأوروبيين وموقف أمريكا الجنوبية تغير من مؤيد لكأس عالم كل سنتين لمال للفكرة الأوروبية انه لا لا هذا الموضوع حيكون خطير وفي الدوري البرازيلي أتلتكم مينيرو بيوفي بوعده بفوز بالدوري لأول مرة بعد 50 سنة عبر استعادة لاعبين منعرفهم كويس لياغو كوستا وهالك بفوزوا بالدوري بفوزوا بالكأس ومستحين ننسى اللي عملوه جمهور رايو فاليكانو في عام 21 لما زارهم مسؤولين من حزب فوكس الإسباني المتطرف وهذا حزب ضد المهاجرين وضد الإسلام بشكل صريح وضد يعني مصول أي حدا من برا إسبانيا حزب متطرف جدا حتى يقال إنه بعض أفراده ينادوا بعودة الدكتاتورية جاء مسؤولين زاروا النادي من عجل حملات انتخابية ثاني يوم إحدى روابط جمهور رايو فاليكانو بتقوم بموقف غريب بيلبسوا الأصفر كأنهم خايفين من التلوث وبينزلوا بنطفوا ملعبهم من آثار هذه الزيارة وأيضا من أشهر علامات 21 الانهيار المالي المؤكد للأندي الصيني اللي ما عادت تدفع فلوس وتأكد إفلاس بعضها وحتى اليوم ما حدا فاهم شو اللي صار هذه الأندي غنية الناس اللي بملكوها مليارديرية البعض بيقول كانت فقاعة فانفجرت كل بعض بيقول أوامر حكومية وحتى اليوم ما بنعرف شو اللي صار في دوري كان يوما ما يفكر يجيب كريستيان رونالدو بس عام 2021 للأسف شهد شي غريب كل يوم نسمع عن إصابة بالقلب أربعة توفوا في آخر إسبوع من هذه السنة آخرهم سوفيان لوكار قائد فريق مولودية سعيدة الجزائري شو بصير شو السبب ما بنعرف مش دكاترة لكن الله يحمي الجميع والله يحمينا من موت الفجأة وبيظل أهم حدث في عام 2021 هو عودة الجماهير لكرت القدم عودة الشغف عودة الحماس عودة كرت القدم اللي بنعرفها واللي قال جوارديولا في آخر أيام السنة للعلم قال ما بتتخيلوا شو الفرق بين كرت القدم بين جمهور ومن دون جمهور بالنسبة إنا كمدربين ولاعبين صار للهدف معنى في ناس بتفرح معك صار للكاميرات معنى مش عب بتصور لي شرايط محطوطة على إنهم جماهير تخير كل شي ورونة قديش بترتفع قيمة كرت القدم بجماهيرها قد ما بترتفع قيمة هذا الشغل اللي بعمله في سلبس بور فيكم وبحضوركم دوما بنوصل هنا لنهاية هاي الحلقة بذكركم كنت معكم أنا محمد عواد كل عام وانتوا بخير جميعا والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة